أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس 19 حتى اليوم الثاني بلغ 251 قائمة فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح في هذه القوائم 1457 متقدما ومتقدما وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن اليوم الخميس هو الأخير لتقديم أوراق الترشح ولن تمدد هذه المدة للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من محافظة العقبة مراسلة المملكة صفاء الخوالد صفاء بعد التحية التفاصيل معك تفضلي يعني بالفعل ساندي لليوم الثالث على التوالي تستمر لجان الانتخاب باستقبال طلبات الترشح لمجلس النواب التاسع عشر لعام الفين وعشرين نتحدث عن استمرار اللجان باستقبال طلبات الترشح في اليوم الأول بلغ عدد القوائم التي قدمت هذه الطلبات ثماني قوائم خلال اليوم الثاني تقدمت قائمتين لغاية هذه اللحظة اليوم لم تتقدم ولا أي قائمة لطلبات الترشح لمجلس النواب نتحدث عن سير هذه الإجراءات بكافة إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في محافظة العقبة بالإضافة إلى استمرارية متابعة الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يتعلق بموضوع الدعاية الانتخابية ضمن هذه القوائم نتحدث عن عشر قوائم في محافظة العقبة بواقع أربعين شخص تقدموا لمجلس النواب بالإضافة إلى وجود ثلاثة مقاعد لمحافظة العقبة وكوتا أيضا نتحدث عن وجود دائرة انتخابية واحدة في المحافظة وبما يقرب من 132 صندوق اقتراع بالإضافة إلى 32 مركز اقتراع في محافظة العقبة لمزيد من التفاصيل ساندي دعيني أرحب بضيف رئيس لجنة انتخاب محافظة العقبة المهندس وجدي الضلعين بداية سيد وجدي نتحدث اليوم عن آلية العمل واستمرار تقديم طلبات الطلبات الترشح لمجلس النواب في محافظة العقبة هل هناك أي ملاحظات رصدتموها على مدار اليومين الماضيين بالإضافة إلى اليوم أختي العزيزة في البداية أنا بشكرك على حضوركم هذا اليوم طبعا هي المستقل اللي باشرت منذ قبل حوالي يومين في استقبال طلبات الترشح للانتخابات مجلس النواب التاسع عشر في محافظة العقبة في اليوم الأول تقدم إلينا حوالي ثمن طلبات الترشح بالقوائم في اليوم الذي يليه قائمتين بالمجمل مجموعة للقوائم التي تقدمتها عشرة قوائم موزعة حوالي 28 من الذكور والثاني 12 من الإناء اليوم لغاية هذه اللحظة إحنا لم نستقبل أي قائمة حتى هذه اللحظة إن شاء الله نبقى في مواقعنا لغاية ساعة الثالثة ونصف فإحنا إذا لم يتقدم أي حد فنقلق الترشح الساعة الثالثة ونصف سنبدأ بالقرعة إن شاء الله بعد الساعة الثالثة ونصف فيما يتعلق بمتابعة الدعاية الانتخابية يعني بعد انتهاء تقديم طلبات الترشح يحق للشخص أن يقوم بالدعاية بالانتخابية وبالتالي دوركم الآن فيما يتعلق بموضوع المتابعة هل كان هناك أي ملاحظات أو مخالفات تم رصدها من قبلهم ستي في البداية عندما ينتهي أي قائمة من طلب الترشح إحنا بنعطيهم توجيهاتنا عن الدعاية الانتخابية عن المقارات الانتخابية جميع القوائم الآن على دراء كافية على التعليمات الصادرة من الهيئة المستقلة للانتخابات إحنا طبعا تقدمنا لنا أحد القوائم بفتح مقر فإحنا إن شاء الله سنقوم بعد الانتهاء من هذا من هذه اليوم إن شاء الله مساء سنتوجه ونختار إلى المكان المكان سيتم اختياره من قبل الجهات المعنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكن متابعة هذه المقارات سيكون من قبل لجنة انتخاب محافظة العقبة إن شاء الله سنكون لنا إليهم جولات يومية تقريبا وإن شاء الله عزنا إليهم أن الموضوع الصحة والسلامة العامة هي من أولويات الهيئة المستقلة للانتخاب السيد وجدي ضلعي الرئيس لجنة انتخاب محافظة العقبة كنت معنا شكرا لك على هذه التفاصيل شكرا للك والله أعطيك ألف حافظ يعني ساندي هذه هي أبرز التفاصيل المتعلقة باستمرار تقديم طلبات الترشح في محافظة العقبة عشر قوائم لغاية هذه اللحظة بواقع أربعين شخص تقدموا لغاية الآن بالإضافة إلى وجود ستين ألف ناخب وناخبة في محافظة العقبة نتحدث عن لجنة الانتخاب في القصبة التي ما زالت لغاية هذه اللحظة تستقبل الطلبات اليوم الثالث لا يوجد أي قوائم تقدمت لغاية الآن بالإضافة إلى الحديث رئيس لجنة الانتخاب عن وجود قرعة في تمام الساعة الثالثة والنصف وبعد ذلك سوف يكون هناك إجراءات مساء اليوم لاستكمال هذه العملية بالإضافة أيضا إلى المتابعة وتدقيق فيما يتعلق بموضوع الدعاية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بموضوع إجراءات السلامة العامة وعدم مخالفة هذه التعليمات معك أولا بأول مراسلة المملكة من محافظة العقبة صفاء الخوالد شكرا جزيلا لك صفاء